غير مكترثة بالروائح الكريهة المنبعثة أو حتى بلون المياه المتغير ومتجاهلة اللافتات التي تحضر السباحة تلهو هذه العائلة قرب واحد من أكبر مصبات المياه العادمة على شاطئ بحر غزة المشهد متكرر على طول الشاطئ فهو المتنفس الوحيد لسكان القطاع في ظل عدم الخيارات بتنزل الناس مخنوقة على البحر والشالهات بطلبه 200 دولار و100 دولار من وين الناس تجيب 100 دولار و200 دولار يعني الناس هي قاعدة عشطوت ما حاجة تدفع حق طول عشر شيكل عشطوت سلطة جودة البيئة تؤكد أن نسبة التلوث في بحر غزة تجاوزت 75% فتحت بلدية غزة 24 مصبا للمياه العادمة فيه تصب ما يقدر ب120 ألف متر مكعب من المياه غير المعالجة يوميا إلى المناطق مختلفة من الشاطئ متسببة بأضرار صحية خطيرة هذه الملوثات طبية وصناعية ومنزلية وزراعية وغيره يختلت فيها ملوثات حيوية من مكتيريا وفيروسات وطفيليات هذه الملوثات ثبت بالدليل أنها تصمد في درجة حرارة مرتفعة وفي ملوحة وفي جفاف وغيره لتكون جاهزة لإصابة شخص جديد بعدوى ثلاث محطات لمعالجة المياه العادمة من أصل خمس محطات في القطاع تعمل بنحو متقطع بفعل أزمة الطاقة أزمة تقول البلدية إن الحصار فاقمها بشكل كبير محطة المعالجة المركزية ومحطة خانيونس هذه المحطات كان من المفروض منذ سنوات طويلة أن تعمل ولكن الحصار وصعوبة دخول المواد اللازمة وصعوبة دخول المواد الميكانيكية والكاربائية أخرت كثيرا منع الاحتلال يدخل قطاع غيار محطات المعالجة يفاقم أزمة تعطلها المتكرر بسبب انقطاع الكهرباء دائرة التلوث في بحر غزة تتسع شيئا فشيئا ومعها تتراجع آمال المواطنين بانفراجة الأزمة التي يشكل انتهاء الحصار الإسرائيلي بداية حلها أحمد غنم غزة الميادين